في قصة سمعتها من حضرتك عن الوالد رحمة الله عليه عندما مرض وذهب إلى مصر لو تقص علينا أيضا فضلة الشيخ نعم نعم يعني كنا أخذناه إلى مصر للعلاج وكان في حالة إغماء ومن العجيب أنه في حالة إغماء مش موجود غيبوبة غيبوبة وتقرأ أقرأ القرآن عنده فياتي عندي خطأ أو كذا أو حتى في الرواية يصحيح لي يا سبحانه الملك ولما استيقظ من غيبوبته بعد يمكن سنة أو أكثر كان في غيبوبة فاستيقظ وشفاه الله وعافاه الله ولا نحسبها إلا كرامة القرآن والله الذي لا إله الطباء في مصر قال لكم لا فائد والله ضحك عليها الدكتور المصري قال لي أنت قيبوا هنا عشان تدفنوا عند سيدنا الحسين قال لي هكذا سبحانه الله قال لي أنت جايبه ميت أسبوع أو أسبوعين وخلاص الحكوا به بالطيارة واخذناه والأطباء كان في الصومل والأطباء في الصومل أيضا قالوا هكذا نفس الكلام ويكون في غيبوبة لمدة سنة ويشفيه الله من كل الأمراض التي كانت عنده كأن لم يكن به ويعيش بعدها يمكن سبعة أو ثمان سنوات سبحانه الله المهم القصة هنا أن بعد سنة أو أكثر من غيبوبته لما رجع إلى حاله لا يغيب عنه حرف من كلام الله ولا حتى الروايات ولا حتى القرآن سبحان الله فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن من صاحب القرآن والد رحمة الله عليه كان ورده اليومي مش في رمضان ورده اليومي كان عشر أجزاء يختم في كل ثلاثة أيام وأنا لما رجعت إلى السومال في إجازة وأنا كنت في الأزهر وسألني كم تختم فقلت سبعة أيام فنهرني كنت أظن أنه سيفرح به قال سبعة أيام ما شعندك أنت أولاد ولا زوجة ولا أيام يا إله إلا الله قال تفهم هذا الكلام تمر بك كل آية في الأسبوع مرة واحدة مرة واحدة يا سبحانه الله فأهل القرآن يعني كرمهم الله وشرفهم